Oh people, come to him, come to thee, the way, Oh, Sultan Rabbi, a most honored one, and most glorified one, most praised one, in divinely present, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أمري عبد الله عبد الغزواني وهو تلميذ الشيخ لتباعة لهو تلميذ الجزول، فهذه هي المحطة السادسة لقبل الأخيرة في هذه الزيارة، زيارة الجزول، هذا الرجل رحمه الله وبركاته. وهو التجارة والمستخدام عن الإمام الزلي. وهي تجارة نحن في درسلهم كانت تفقناً الوصول سبحان أولياء مالي. وفي ذلك الوقت كان هناك كثير من الوقت كان هناك كثير من المسلمين يحاولون أن يحاولون هذا العالم وبسبب المعلمات من الشيخ أبلازي التباة و الشيخ الغزواني وهم أجلهم كانوا يحاولونهم في محاولة جديدة والله صلى الله عليه وسلم شكرا وبسبب المعلمات والتنظر فيها المعلمات والأنراءة المنزل المنزلية والقلاء الخيرات كانوا يستخدم قبل المنزل و يقوم إلى جرد هذا المعلمات وكان وجود المقام فيما يجبه مقاماً من أولياء المغرب المشيش عبد السلام المشيش عبد السلام المشيش كانت لا تعرف أين كان وكانت وجد المكان معنوياً؟ لا، هذا هو قبر نعم، هذا هو قبر أنه قد تحسين عن تحسين المعرض المسيش ومع أولياء المسيش كانت أشرف وكان أشرف أشرف الساديون ودى الأصدقاء الأشرف العلاويون المسيش وكله ببركة دلائل الخناط سمحان الله ألهم على قلب سيدة الجزوري بكتابة التلائل والخيرات كما ألهم على عبا سيدة محمد بن صيري بكتابة البردة الشريفة لأن من كتبهم خاصة من هاتين الكتابين فيهنا نور كل حرف ناطقوا به كان بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير عليهنا في امكانسة بردة أو في دلائل الخيرات دلائل الخيرات أنا تعجبت أنتم لا تعلمون المغاربة بعض ربما بعض قصد أندونيسيا وفي أندونيسيا قصد أخذني إلى ضيعة قرية تكريبا مثل البلد فيها 300 ألف شخص في أعالي الجبال تروح لها بالتران خطة أريد النهار الخليس كان نهار الخليس مثل الجام قرية مغفرة كله وسيبدأون بقراءة دلائل الخيرات سألت كم شخص يقرأون دلائل الخيرات قال على عدد سكان النبي أقله 200 ألف يشتهمون في مكان واحد ويقرؤون دلائل الخيرات بصوت واحد كما قرأوا اليوم فقرية بعيدة جدا يعني صعب وصول إليها إذا لم تكن من أندونيسيا فدلائل الخيرات وصل غربا شرقا وغربا جنوبا وشمالا في أي مكان يقرؤون دلائل الخيرات أما اليمن أنا تعجبت أنهم لا يقرؤون كفاية الدلائل بعض علمائهم يقرؤون أما الآخرون لا يقرؤون يقرؤون المرضى أو يقرؤون الهمزية أو الرواتب التي أشياخهم كتبوها فالحمد لله الله سبحانه وتعالى حفظ البملكة هنا وحفظ الإسلام بدلائل الخيرات وبهؤلاء الأولياء اللي هم قلب دلائل الخيرات كما أنه ياسين قلب القرآن ومحمدة قلب ياسين فكذلك دلائل الخيرات صلاة على اليبي وهم قلب دلائل الخيرات الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم نحن نأتي بالشهادة ليشهد علينا يوم القيامة أننا شهدنا على أنفسنا بأقام التوحيد فنقول بشهادة ذاك الولي هذا الولي وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقول أشهد أن لا إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إلا الله وأشهد أن محمد ربه ورسوله وأشهد أن محمد ربه ورسوله وإقام الصلاة وإتاء الزفاة وصيب الأرض وحجب ويحقبوا لعب الله أمن بالله وممعكته وكتبه ورسوله وفي اليوم الآخر وقلب خيره وأشهده والمعطاء والبعث بعد الموت حق اللهم يا ربنا يا الله إخلر لنا بجاه حبيبك المصلفى ورسولك المصلفى وبجاه أوليائك أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا عفرت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاشة من حوائش الدنيا ولا آخرة إلا يسرتها يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا واقضي ديوننا وفرج قلوبنا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وأصلح أحوالنا وبلادنا وأصلح حكامنا وأعطي الحكمة والشرف لملك هذه البلاد محمد السادس أيده الله ونصره على أعدائه وأيضا يا رب يا الله كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله شرفه بشرف التوحيد وشرف الولاية بحرمة الحبيب وبحرمة سر أسرار سورة الفاتحة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أودعنا حالنا وأحرادنا وحرادنا وعيالنا وعيالنا وجميع تعالقلنا وصلى أستعالى وصلى أستاذنا بدعاء المخير والأمة عامة الأجمعين والأخوان عندكم يا عباد الله عندك يا حبيبي يا رسول الله عندك يا ولي الله بحرمة الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته